الشعب خلاص أسقط النظام هتاف امتد من الإسكندرية إلى أسوان ومن مطروح إلى سيناء الشعب المصري انتصر على حسني مبارك وأجبره على الرحيل في مثل هذا اليوم عام 2011 قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد والله الموفق والمستعان لحظة كانت مثل طيف حلم جميل مست جميع المصريين لحظات تاريخية افتخر العالم فيها بمصر وافتخر المصريون فيها بوطنهم وعلمهم وأرضهم وتريخهم وغنى الملايين بصوت واحد ارفع رسك فوق انت مصري لحظة رحيل مبارك لم يتوقعها أحد بهذه السرعة بعد ثورة المصريين في ميدان التحرير ولكنها حدثت وتحقق الحلم وانتصر الشعب وأسقط مبارك حكم المخلوع الراحل مصر لثلاثة عقود كان يمهد الطريق في سنواته الأخيرة لنجله جمال مبارك كي يحكم البلاد لثلاثين عاما أخرى ولكن الشعب المصري كان له رأي آخر بعد 12 عاما رحل مبارك عن الحياة وترك لنا من رجاله من قضى على الثورة ورجالها وتارد رموزها وشوهها وجعلهما بين قتيل وسجين ومطارد لا لشيء إلا خوفه من مصير مبارك عبد الفتاح السيسي يكره هذا اليوم يكره هذه اللحظة يكره احتفالنا بها يكره رؤية الأمل في عيوننا كلما تذكرنا لحظة تنحي مبارك يخشاها يخافها يريد أن يحذفها من عقولنا ومن قلوبنا ومن ذكرياتنا ولكن هيهات نعم الشعب خلاص أسقط النظام حقيقة تاريخية لا يمكن للسيسي الهرب منها عليه أن يعلم جيدا أنه سيعيشها لمحالة طالت المدة أو قصرت وسنكتب يوما ما الشعب خلاص أسقط السيسي يرونه بعيدا ونراه قريبا ترجمة نانسي قنقر